اشتركوا في القناة من الخسرانين وبعدين معرفش يطلع ميني لو جبت اربع تفاحات موضوع معقد وسخيف بس احنا لنا الشطرنج الممتع اللي حصل في المباريات وبالتالي لايك لازيز واشترك في القناة وهيا بنا مش عايز احرق عليك حاجة والله بس النهاردة هتشوف مطشين معقدين وممتعين في نفس الوقت وقفية كلام وهيا بنا المباراة رقم واحد واثنين اتعدلوا فيهم النتيجة الان واحد واحد اللي يوصل لتنين ونص اولا يفوز بهذه الجولة ويذهب الى الجراند فينالي او النهائي النهائي للبطولة هذه المباراة رقم ثلاثة التي بينها ديك ماجنس كرلسي يلعب بقطع البيضاء يلعب بيدأ ملك ويقابل السقلي نايت اف ثري دي سيكس دي فور بيدأ في دي فور معلنا الاوبن سيسيليان اللي هيتفتح فيه فايل الدي وفايل السي أكل بالحصان انتشر هت لو سمحت هذا البيضق حمي البيضق والان اي سيكس معلنا انك دورف لو كان لعب جي سيكس يبقى معلنا او تفريع التنين ماشي اي سيكس والان بيشب اي ثري معلنا الهجوم الانجليزي على النك دورف يتم استخدام نقلة ليست الاشهر الان كانت مشهورة قديما ايام كاسباروف وكاربوف نايت جي فور وكان عليها الثيوري طويلة بشيب جي فايف ويمشي ومعرفش او جي فايف وقل له بقول لك ايه احنا هنخش في الشغل ده بشيب ولا كأني شفتك وكمان شوية حطردك ترجع ارجع مكاني قال له على ايه الكلام ده انا راجع من غير ما تطردني ولا حاجة قال له ايه ثري الاول ايه سيكس ايضا يمكن ان تلعب هنا ايه فايف ذا بيور ناك دورف الناك دورف النقي لكن ايه سيكس لعبت وبيسموها شفنينجين ستايل او شفنينجين بون ستراكشور شكل البيدقي اسمه شفنينجين اللي هم البدائين دول مع البدائين دول او لو البي فايف تتلعب يعني بشيب اي ثري بي فايف لعبة الان كوين دي تو معلنا انه هيبيت طويل نايت بي دي سفن جدير بالذكر انك محتاج تيجي بالحصان ده هنا علشان لما داي يدفع تبقى فضيت مكان للحصان يأتي على دي سفن او ممكن تأتي بهذا الحصان على ال اي فايف علشان لما ادفع الجي فور جي فايف تلاقي مكان للحصان يرجع على دي سفن جي فور لعبت الان والان بي فور مباشرة جرت العادة ايضا في هذه الاشكال ان يلعب بي شب بي سفن وانت تبايت طويل الان ولو دفعت عليك البي دا يتحرك الحصان واذا هجم الحصان تحمي الحصان واذا لعبت نايت سي فايف افضل نقلة هنا لك ان يعني تتعجب براحتك اي ثري اي دا ازاي الكلام دا ما هو ما يقدرش يأكل علشان الوزيد متعلق ايوة بس دا هيفاشكل لك البياد تاكل وبعدين تاكل ياكل دا كده وحش اوي الكلام دا ولا ايه ولا ايه طيب لا هنا بتاكل هات الوزير الابيض بياكل هات الوزير الوزير عليه ان يذهب والان تسترجع القطعة بتاعتك وهذا الشكل لعب على الداتابيز تسع مرات اقربهم في 2013 نلز جراندلياس كان بالاسود لكن الابيض كسب 2600 الابيض ساعتها نعود الى المباراة جي فور لعبت وعليها بي فور مباشرة دائما تأتي التحديثات بي فور هي الاولى على الانجين مش بيشب بي سفن اوكي نايت اي فور والان ايش سيكس اللي هو ما تدفعش علي البيدأ لو سمحت تبيض طويل والان نايت اي فايف لعبت السؤال لك تاخد البيدأ ولا ما تاخدوشي طبعا يبدو السؤال سازج ازا ياخد البيدأ ودي تيجي في وشي بتمبو ويبقى لسود اتحرر من فضلك خد وقتك واحسب هو مش شاك مش معادلة كيميائية هندخل الحاجات يطلع حقا لا كل شكل يعمل معاملة لوحده لك انت تخيل ان كوين تيكس هي الاولى على الانجين يا الله ازاي بس بحسابات الانجين اعود احسب بقى الان بيشب دي سيفن هي افضل نقلة عاوز ايكل او عاوز احط الرخ واللوقتي ابدأ اديئك واخد الحصان لكن عليها بمنتهى الهدوء ان يذهب الحصان الى الوراء والان اذا لعبت دي فايف نقلة سيئة نتيجة ان الوزير بيهرب على البي سيفن مراقبا الوتر واو طب ولو اطلبت صباح الفل باخد البداء التاني ايه عم ده او والله هذا ما يلعب في هذه الاشكال ولذلك قبل ما تلعب الدي فايف كوين سي سيفن لمنع كوين بي سيفن والان تمشي علشان دي فعلا جايب تمبو دلوقتي فترائب المربع ولك ان تتخيل ان دي فايف هنا ايضا سيئة طب يا عم هطلبه الاول مضطر يمشي هنا معتها اللي هنا هيروح فين كوين اي ثري اونلي موف جيف وش الضرب خلاص سيئة ايه ايه انت بتضرب في الثوابت كوين تيكس طيب ولو اكل القطعة دي دلوقتي ولا ما ينفعش ما ينفعش ان الملك مش في البي وان اوكي طيب فتفوق اتنين للابيض اوكي مضوع معقد جدا انك دور فيه معقد جدا المهم كارلسن الانسان لعب هنا بي ستري يحمل حصان بتاعه ما خدش البيضاء خاف اطلبي خاف اوي بي شبها هنا والان عاد بالحصان الى البي تو دي فايف جاءت الان بي شب اف فور هات لو سمحت الحصان والحصان في هذا الشكل ضحى نفسه على الاف ثري واذا اكلت الان ياكل وهذا ما حدث في المباراة تضحية مقابل ان الاسود جنب النمعافلين هو مع تمان افضلية بيدقية في الوسط ومع حصان قوي جدا دا كانت تتخنك لو مشيت غلط مثلا فيه هنا ترجع فرق وفيه بلاوي هنا كوين دي فور لعبت عشان يرائب موضوع الفرق ده وهذا الشكل لعب على الداتابيز ثمان مرات قبل كده خمسة وسبعين في المية منهم تعادل والنقلة الاشهر كوين اي فايف ضاغطا وهي دي الفكرة المنطقية اذا ضحيت قطعة دايما عايز تحافظ على المبادرة دايما عايز تحافظ على انك تطلب طلبات من الخصم ما تدلوش نفس يحرر نفسه ويتلعب بعدها مثلا بيشب تقفز بالحصان عايز البيدق عايز الفرق الفرق يمشي وهكذا الشكل دا بالزبط وصلت داتابيز مرتين مرة الاسوي تكسب ومرت عادل يعني الابيض ما تكسبش الشكل دا قبل كده ابدا لكن يا عزيزي بعد ما اكل اكل لاجراف يلعب نوبلتي روك جي ايت مش كل النوبلتيز حلوة ومش كل النوبلتيز سيتم تجربتها مرة اخرى النقلة دي خلاص تعرف انها وحشة وهي فعلا وحشة علشان دلوقتي طبعا فكرتها ببساطة ان عايز انتشر بالفيل واحمل بيدا فبيحمل بيدا الاول this is too slow بطيق نايت اي 5 جاءت الان فيه وقت تافي وفكرة نايت اي 5 عميقة على فكرة انك بعد ما تلعب البشب وهي دي فكرة روك جي ايت وقف الفيديو وفكر ماجنس عمل ايه وانا هاعتبر ان انت رجعت النقلة هي queen takes e4 الفكرة انك لما تاكل فانت بالفعل مضحي قطعة انا اخدت قطعة كمان وحاخد التالتة ففيه تعويض ممتاز عن الوزير الان يلعب لاجراف النقلة الافضل على الانجين انا وهي queen takes انا كماني عم حرجع الماتيريال انا معايا بيادئ كتير وانت معاك دلوقتي في لين مقابل الرخ بس بصراحة الافضلية البيدقية بتاعتي ممكن تعمل حاجة الانجين مدي تفوق واحد بس للابيض في هذا الشكل نايت سي فور لعبت وانا اللي مديها علامة انها مش نقلة دقيقة الافضل كان يلعب نايت اي فور حت لو سمحت الفيل لو عايز تفضل مسيطر على هذا الحصان بان تعود الى هنا عاسب ستسقط البيدق وبالتالي لابد ان تمشي في مكان اخر بيشب اي سيفن دي سيئة بيشب افتو مثلا عليها بيشب سي فور وبعدين تضغط وبعدين الحصان يجد طريق للضغط على الفيل لابيت دايما احسن في هذه الاشكال بفكرة نايت اي فور بس بصراحة صعبة نايت سي فور منطقية اكتر لان الحصان يقترب من الوسط جي فايف لعبت امشي لو سمحت تحرك الفيل والان اقترب الملك عاوز يكمل دفع للبيادئ ماجنس يلعب ايتش فور ويحاول يشغل الرخ بيدق في بيدق بيدق في بيدق وتنتشر الرخ ويقول الانجين ان افضل نقلة انك كنت تاكل وتسمح بهذه العوجة البيدقية وبعد بيدق في بيدق ويأكل برخ النقلة دي احسن نقلة يا الله وبعد ما يأكل تبقى تنزل سبعة وتضغط وبعدين لو حمل في البتاعه وتبقى تضغط وبعدين تعمل كده وتدي بالرخ التانية وتضغط لسود مع تفوق اتنين بس مين هيجيب النقلة دي؟ يحسبك من كل اللي فاتي مين هيجيب دي؟ مين سيسمح بهذه الافكار يعني؟ عشان روك دي؟ صعبة صعبة فالجراف بمنتهى البساطة جاب الرخ التانية على الفايل المكتوح في الوسط وراجل اكل بيدق في بيدق اكل بالرخ لو اكلت بالبيدق ايضا مش وحشة قوي بعد بش بهات البيدق لو سمحت يدفع البيدق هناك افكار لها علاقة بالكيش ثم تضغط على هذا البيدق لو جد كده حسب الفرق وبتاعه فالاكل بالرخ هي افضل نقلة والان بيشب اي 2 لعبت اخد بالك انك لو اخدت هذا البيدق فدي بلندر لانه بياكل بتاكل وبيديك كيش وياخد رخك فبيشب اي 2 لعبت بيكمل انتشاره بيحمل بيدق بتاعه والان روك جي 6 عاد الى الوراء لحماية البيدق جدير بالذكر ان مفيش ان انا اكل تاكل وبعلينا اديك كيش لان الحصان واقف دلوقتي بيشب افور ضاغطا على هذا البيدق على اي حال والان عاد الفيل الى الوراء ضاغطا على هذه المربعات السوداء والفيل هيجي هنا ويدعم الدفعة البيدقية يعني ممكن يعمل اصلا شبكة متات على فكرة لو انت سمحت له يعني فدلوقتي ماجنس كارلسن يلعب نقل علامة تعجب نايت اي 5 لانه اجبر الاسود على ان يتخلى عن الفيل الاسود بتاعه الان لو انت هربت هتديك كيش من جنب التاني واخد فرق لابد ان تعطيني الفيل شكرا دلوقتي الشكل بقى صافي جدا بلين مقابل رخ F5 بداية الدفعات البيدقية بيدق في بيدق بيدق في بيدق والان بشب افور ضاغطا على هذا البيدق وافضل نقلة في هذا الشكل ان تحمي طبعا هذا البيدق طبعا واحد يقولي طب و البيدق بيدق مين مرخ واقفة يا عم في ايه اش الكلام ده ده البيدق اللي هتناور بيه جنب صحابه ماينفعش تسيبه بمنتهى البساطة كده ده اللي حصل في المطش ساب البيدق وحم البيدق ده اصلا مش مطلوب بتدفعه ليه المهم بصراحة مش قادر افهم النقلة ده غريبة جدا بالنسبة للبيدق وقع ومكانش فيه ضغط وقته على حاجة معا خمس دقايق المهم روك جي 2 لعبت الان هات الفيل لو سمحت الروخ رجع التاني بيشب اي 3 وبدأ الملك يقترب يقترب عايز يدفع البيدق بتاعته حقه روك ايج 7 عايز يلف ويدغط على البيدق يمكن اف 4 دفعت والان اعطاه كش قوية وهي الاولى على الانجن روك ايج 5 الاولى على الانجن على بعد تحليلي 24 نقلة كينج باكت اف 6 المشكلة انك لا تستطيع ان تنتش هذا البيدق لان بعد الكش تضطر تمشي الروخ التانية تنزل هاتك يا متات مالهاش حل مالهاش حل ما تحاولش مات في 6 الانجن بيقول افضل نقلة اديني كش كينج جي 6 هات الرخ والان اي 3 يا راجل فكرة اي 3 طبعا انك لما تدي كش كده امشي ما فيش الكش التاني عشان الفيل واقف بس فيه رخ راحت هنهرق ولا ايه ماشي ولذلك في هذا الشكل بعد الكش هتحرك الفيل ما اخدش البيدق ومشي على البي 6 علام التعجب الوحيدة التي تحافظ على افضلية للابيض هات الرخ وهات البيدق روك دي 7 وسقط البيدق كش عناية اف 3 البيدق ما زالت تتقدم سقط بيدق اخر الابيض حرفيا بيكسب بس الموضوع محتاج تكنيك لو انت غلطت غلطة اخد بالك البيدق ممكن تبقى وزره في لحظة اف 2 البيدق بيجري وخطير جدا اداله كش من على الوتر اعطاه الكش اشان الناس اللي بتسأل على الكش كينج جي 6 الروخ مطلوبة والان روك اي 5 يراقب البيدق الاخر همى البيدق والان كش يتحرك وهنا ماجنس عمل بلندر كان عنده فكرة بسيطة انه يسيب كل حاجة في مكانها ويدفع البيدق الانجين بيقول هذا الشكل سيقوله الى مكسب يعني لو انت تجدته شوية وقت هيجبتها فوق ومانت فوق واحد دلوقتي ممكن جايب نقلة وحيدة تتعادل كمان جايب نقلة معقدة بدل اي 4 بيشب اي 4 بيقوله هادي بتجدت فوق واضح يعني بس تحليلة عميقة قوي يعني طويلة مش بناء ادم هيجبها هو بيلعب بلدز لكن ماجنس عمل هنا خطأ بانه لعب روك اف 6 مراقبا هذا البيدق والحقيقة ان بعد اي 3 روك اف 8 تي نقلة هنا بتتعادل الاغراف وهي رخ ترجع في الصف الخلفي لو اكلت هجيب وزير لو ما كلتش ودفعت البيدق فاسمح لي انا كمان هجيب وزير من هنا ونكسر كل حاجة في بعضها وبعدين تدفع البيدق واروح ارائب البيدق واخش على البيدق ده وده يسقط قصود ده ويزعم الانجين ان البدائين مع الفيل اه والرخه يبقى تعادل مال ايه اللي حصل بلندر فادح ليه لان بشي بدي فور موجودة الان وتبدأ البيادق ان تسقط اي نعم ممكن تضحي الان فرق علشان تشيل القطع اللحم يا مربع الترقية لكني باكل بكش وبعد ما تاكل اجباري دلوقتي ما هتعمل ايه خبالك يعني انت ماينفعش تروح في حتة لو تمشي كده مثلا انا باكل تاني فلازم تاكل والان اذا اكل انسحب لاجراث لماذا؟ هليقول ان احنا هنحمي البيدق ده المشكلة ان الملك يقترب سريعا واذا اقتربت انا بخش هات الرخ وهات البيدق ومعايا بايدق سلكة بتكسب واستطاع ماجنس ان يفوز كانت هذه هي المباراة رقم 3 النتيجة الان 2-1 على لاجراث ان يفوز هذه المباراة لكي يجعل النتيجة 2-2 ويلعبوا هارماجدون او ارماجدن ماشي لاجراف يلعب بيدق مالك لو انت لسه موجود معايا الحادر الوقتي انا بشكرك من كل قلبي ولو مستمتع بالمحتوى اخبطنا واحد لايك لازيز واشترك في هذه القناة للمزيد C5 ماجنس هو كمان هيلعب سقلي لكنه هيلعب ال E6 التايمانوف واضح ان ماجنس مهتم جدا بهذا التفريع الذي يشبه في كثير من التفريعات الفرنسي الان لاجراف يلعب D4 برضو السقلي المفتوح في بدأ اكل بالحصان ضغط على البيدق الوسطي حمي البيدق الوسطي Nc6 والان اكل اكل ثم دفع البيدق Nd5 theory كل ده تلعب قبل كده اكتر من 2000 مرة على الاتابيز 2900 مباراة وصلت في هذا الشكل now dodging this night انا مش عايز اكل انا هتجنبك والان بيشيب بي 7 بص يا سيدي في هذا الشكل بالذات تقدر تقول للنايت D6 novelty بس هي novelty وهمية لان المباريات اصلا بتمشي بC4 تتحرك بعدين امشي فانا بلعب دلوقتي C5 لو انت اكلت حاكل ده يبقى حصان قصاد حصان والان الكشيب تيجي بياكل بياكل بيرجع وهنروح للمباراة بالزبط فدي اعتبر انها novelty في هذا الشكل بس كمان شوية لا الشكل ده تلعب قبل كده by transposition يعني الشكل يلف يلف ويرجع لحاجة تلعبت قبل كده بيشيب اي ثري هات البيدق كوين اف سيكس خد البيدق مقابل مين مقابل هذا البيدق لا يا حبيبي كوين دي تو انا هحمي البيدق بتاعي وما زلت عايز هذا البيدق هذا الشكل وصل على الديتابيز مرة واحدة واستطاع الابيض ان يفوز بعد ما لسود لعب نايت دي فور هنا the true novelty النوفلتي الحقيقية وصلت روك بي اي دي بقى فعلا اول مرة يتم استخدامها وهي الاولى على الانجين وواضح ان ماجنس كارلسون عارف هو بيعمل ايه لانه لعب النقل الاولى على الانجين ولسه ما دخلش في ضغط وقت ولا حاجة الان سقط البيدق لكن اين التكملات يمكن التكملات اللي ماجنس معرفش ماجنس حضر بقى ايه على يعني كان متوقع مثلا تبيض طويل مباشرة F4 bishop E2 bishop X العب وريني التحضيره بتاعتك ماجنس يغتصله دقيقتين ويسحب الفيل الى الوراء لم تكن هذه النقلة السليمة النقلة السليمة هي بشبها هنا لمجرد ان يكون الفيل اكتر فعالية على هذا الوتر مش لتفريع بعينه اطلاقا الان بشب بيفور يعود الفكرة دلوقتي ان انا هقفل الطريق على الرخ والوزير ان هما ياكلوا البيدق واذا اكلت باكل يبقى كده معايا بيدق كامل زيادة واذا لعب كما حدث في المباراة الكيش وبعدين تغطي وبعدين يخش وبعدين معرفش يعمل كده تنكسر كله في بعضه وتبقى تاخد البيدق يعني حاجة شبهها كده بس طبعا ده كله مش اجباري بس بوريك فكرة ان ان الفيل هنا افضل من الفيل هنا جديد بالذكر انك لو كنت هنا واكلت البيدق ده لا بيفتح عليك ده موضوع اخر ان انا بطلوبك وباخد البيدق اللي في الجي سافن لكن بشب اي ايت لعبت والان روك بي فور جيدة الان التفريع اللي حصلت في الماتش الكيش ويغطي ولو كان ده جاهنة والفيل ده هنا فالتكسير هيحصل في الاخر والفيل حياكل مين؟ حياكل البيدق ماشي لكن نايت تيكس بون تيكس والان الابيض معه بيدق كامل زيادة بيشيب تيكس لعبت الان وكان في تفريع سهل وبسيط لكنه طويل يضمن فوز للابيض يبدأ بروك ها هنا بيشيب اف ثري ضغط على هذه الربطة والان روك جي فايف هات الوزير يقفل السكة الان روك اي فا اي ده اي ده ايه الجمال ده والعظمة دي حاجة جميلة جدا والان اذا اهدى كوين تيكس 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 ده افضل نقلع الانجن روك تيكس بيي 4 ياخد البيدق تاكل قصده هذا البيدق ياكل بكش تمشي يرجع تاني يحمي البيدق ده لكن في مشكلة سي فايف سي سي سيكس طبعا طلبك مشيت وبعدين سي سي كس يديك كش تقعد تقرب وبعدين تاكل البيدق تقرب وبعدين تمشي وبعدين حاسب تفوق 4 او 5 او بتاعلي خلاص اوكي رخين في سبعة وبدأ في سبعة والبدأ ده سيسقط موضوع منتهي تفريع طويل لكنه بيكسب لكن لاجراف لعب روك اي فاينف اولا هاتي الوزير يتحرك الوزير الى ال اي فور روك الان مطلوبة بكل ما اتي الاسود من قوة فروك جي وان لعبت الان بشب اف ثري على الربطة والان سقط البيدق والان اكل اكل ثم كيش ثم اكل آسف ثم غطة كانش ينفع يأكل عشان ده زي هو اللي يغطي الوقتي وبعد كده حياكل اكل فعلا والرخ مطلوبة والان لو انت عايز تحافظ على شوية مبادرة لابد ان تفكر خارج الصندوق الرخ مطلوبة اسمحلي انا هعمل كده عايزة دي الكيش مات في اتنين ايه ده بس انت سبت البيدق ده اه انت سبت البيدق ايوة ايوة سبت البيدق ده كمان ايه يا ابني في ايه انت في ايه طبش بف ايه تماعتش عندك اي حاجة لا واقف الفيديو وفكر لو سمحت ما الذي لعبه لاجراف لان لاجراف ده حتة تقيلة اوي 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 وقد انبهرت بيه في هذه المباراة واقف في فيديو وفكر النقلة هي علامتين تعجب روك تيكس اف سابن لا يمكن المساس بهذه القطعة اذا اكلت بالرخ مات في تلاتة كيش تغطي اجباري كيش تخش جوه كيش مات طيب هاكل بالملك انيل كيش 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 ماشي ولذلك بعد ما ماجنس شاف النقلة العبطرية قالك ايه الحقولة كوين اينفور بسرعة كوين اينفور بسرعة كده انت ماشي ايه الفكرة بتاعت كوين اينفور ان بعد مجوز وتاكل وانا اديك الكش تغطي اديك الكش دي فلاقي وزير يرجع يغطي ايوه بس ده ده هيروح ايوه 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 دي الكش ترجع وبعدين لو دفعت البدأ ممكن اعمل كده واربوطك فمضطر تمشي وهكذا ماشي بين وبينك البيادق دي مش خطيرة قوي نتيجة انها مش متصلة ببعضها لو البيادق دي متصلة ببعضها ومصاحبين بعض كده وبيمشوا ده موضوع اخر المهم بعد الكش صاحبنا ماشي هذا اعطى لجراف بعض الفرص لكن سرعان مسنذهب الى شكل يعني صراحة نادر الوجود طيب البدأ وقع وشكل ما زال صفار نتيجة ان الروخين متصلين ببعض وحقيقة ان الوزير لا يعطي كش مات لوحده الا لو انت بصراحة يعني مدهاله على طبق من فضة اللي هو مثلا يبقى دا كده جوه والرخين يمشوا وانت تنزل بالوزير تدلو كش مات كده يعني هو الراجل حط نفسه فروكني بقولك موتني عشان خطري ده موضوع تاني انما الوزير لوحده يدي مات لا لازم بمساعدة بيدأ بمساعدة ملك كده يعني اوكي حتى اني شكل صفار واخد بالك انت لو مش فاي الرخ دي هتيجي كده والبدأ دا هيتدفعوا وهتقعد تبوس ايد لسود على تعادل اساسا فلابد ان تكون يعني لابد ان تعي ماذا انت يعني واصله بدأ بيجري ما العمل ما العمل الملك يقترب والان اذا انت عملت حاجة من دي هيجي في وشك بالرخ وهتطر بقى تاخد جشات اجباري بالعافية عشان تتعادل روكي وان جاءت الان فعلا ولكن كينج دي فور الله دا الملك جاي يساعد الوزير فعلا دا القصة بقى مش قصة ان انا جاي يلحق البيضة اولا الكلام دا انا جاي يساعد الوزير عشان يساعدني لو مددش كش مات اعرف اتعادل على الاقل اي تو اي تو لم تكن النقلة السليمة في هذا الشكل لان الا جراف اللي معه سبعة واربعين ثانية وجد مخرجا عبقريا كش ثم النقلة الوحيدة للفوز كوينها هنا واو الان اذا اردت ان تحافظ على فرص للتعادل لابد ان ترقي وزيرا وبعد ما يكل تبدأ ترجع وبعدين يكل بكش والروخين يرجعوا تاني يحموا بعض مفيش متات واضحة والشكل يتعادل بعد هذا الشكل روك سي سيكس ويقول الانجين ان this is draw باللعب الصحي طبعا لكن ماجنس بعد كوين بي 2 اكل بكش ودي بلندر فادح وكان معه دقيقتين انا مستعجب ماجنس كان بيعمل حاجات ما كانش بيعملها ويمكن يكون خلاص يعني فقد اشألك يا عم اي حاجة خد كيش في وشك وخلاص لكن الوقت الملك بيقترب هات وهات مات روك بي سيكس والله مات انا مش عارف روك بي سيكس دي فكرتها ايه بصراحة هل فكرتها ان انا لو اكلت تجيب وزير مثلا ولا فكرتها ان انا لو اكلت تديني كش وتاخد انت بتعمل ايه در ايه ماجنس در ايه ماجنس المهم النتيجة الان اتنين اتنين لعبوا هار ماجدون ماجنس اخد اسود لعب كاروكان حط حيطة اتعادل صعب الى الجراند فنالي او النهائي النهائي لهذه البطولة وما زلنا في انتظار من سيلعب ضد ماجنس في الجراند فنالي اتمنى اكون اتبسطت واستمتعت بهذه التغطية ولو انت حابب نطلع لايف في الجراند فنالي قللي في التعليقات اشوفك ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة